بمشاركة أهالي الأسرة وأبنائهم شارك العشرات من الفلسطينيين في وقفة احتجاجية أمام مبنى الصليب الأحمر بغزة دعماً وإسناداً للأسرة المضربين عن الطعام والمعتقلين إدارياً الذين ازدادت حالتهم الصحية سوءاً نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بحقهم اليوم التحرك بشكل جاد من أجل إنقاذ حياة الأسرة وكسر هيمنة الاعتقال الإداري هذا الاعتقال السيف المسلط على رقاب أسرانة خاصة أن الاعتقال الإداري هو مخالف لجميع القوانين والموثيقة الدولية يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة من أجل إنهاء هذا الملف ويخوض أكثر من مئة أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع الأسيرين خليل عواوضة ورائد ريان المضربان عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر رفضاً لاعتقالهم إدارياً ونتيجة لعدم استجابة مصلحة السجون لمطاربهم والإفراج عنهم فإن أسر آخرين سيشرعون بالإضراب خلال الأيام القادمة أقول بأن الأيام القليلة القادمة حتى بداية الأسبوع المقبل إذا لم تتراجع مصلحة السجون وتعطي حلاً نهائياً حول عواوضة ورائد سيكون هناك دفع جديد من قبل الجبهة والجهد الإسلامي ومختلف الفصائل لنقول لهذا العدو أنه لا يمكن أن تستفرد برائد ورائد حتماً سيكون نهاية تائل المحطة هي تسجيل انتصار جديد يضاف لانتصارات الأسرة والحركة الأسيرية أما الفصائل التي شاركت بالوقفة طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية الأسرة مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لما يحدث داخل السجون وأنها لن تتخلى عن واجبها حتى نيل الأسرة حريتهم وأي جريمة اغتيال ضد الأسيرين المضربين وضد الأسرة داخل السجون الصيونية فإنها تستوجب الرد من المقاومة الفلسطينية وسيظل سيف المقاومة مشرعاً في وجه اعتلال الصيوني حتى تحرير الأسرة كل الأسرة داخل السجون الصيونية وفي ظل صمت المؤسسات الدولية أمام الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرة فإن الفلسطينيين يؤكدون على الاستمرار في فعلياتهم المساندة للأسرة خاصة الإداريين على أمل الوصول إلى مطالبهم بوقف اعتقالهم وإنهاء هذا النوع من الأسر يواجه الأسرة الفلسطينيون المضربين عن الطعام والمعتقلين إدارياً داخل السجون الإسرائيلية خطر الموت البطيء نتيجة سياسة الإهمال الطبي والعزل الإنفرادي منتظرين تدخلاً دولياً عاجلاً ينهي معاناتهم عامر الفررى اليوم بطاع غزة